دعت السفارة الأردنية في واشنطن المواطنين المقيمين في ولاية ألاسكا الأمريكية إلى توخي الحيطة والامتثال لتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة هناك جراء حدوث زلزال وكما دعت عفوا السفارة الأردنية الأردنيين إلى الاتصال بها في الحالات الطارئة وكان زلزالان أرضيان متتابعا بلغت قوتهما 7 درجات و5 درجات و18 درجة على مقيس رختر ضربا ولاية ألاسكا الأمريكية كما شهد جنوب الولاية ذاتها ثانية أكبر زلزال مسجل على الإطلاق بقوة 9 درجات و20 درجة منذ عام 1964 الزلزالان أحدثا شقوقا في بعض الطرق وتسببا في تعطيل حركة المرور وانقطاع بث قنوات تلفزيونية في أكبر مدن الولاية وأظهرت تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي متاجر كبرى تتناثر على أرضيتها سلع كانت مرتبة على الرفوف ترجمة نانسي قنقر